صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعطي تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى الفلسطينيين في غزة هذه المساعدات المغربية سيتم إيصالها عبر الطريق البري غير المسبوق المتبع خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية بتعليمات من جلالة الملك في شهر رمضان الماضي مساعدات تلقى كما المعتاد استحسان الفلسطينيين للمبادرة الملكية نشكركم كثير عن مساعدتكم للشعب الفلسطيني وقفتكم معنا وجلالة الملك للمساعدات لشعبنا في غزة هذه المساعدات بتوصل لأهلها ولأصحابها وجزاكم الله كل خير دخلين على غزة ونشكر أهلنا في المغرب على مساعدتهم لأهلنا في غزة وشكرا لكم بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ذكر أن هذه المساعدات تتكون من أربعين طن من المواد الطبية تشمل معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور مواد طبية موجهة للبالغين كما للأطفال إذ تفضل جلالة الملك بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من مال جلالته الخاص تظهر بجلاء إصرار المملكة المغربية بحمولتها التاريخية والتقافية والتراتية والإنسانية أن تعمل جادة على تقريب وجهات النظر من أجل المساهمة في الوصول إلى الهدف الأسمى الذي ينشده المجتمع الدولي ألا وهو إقرار السلم والسلام هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية تأتي لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية